اشتركوا في القناة استنادا إلى تقارير أمنية واستخباراتية فمجموعة سوفان جروب العالمية للدراسات الأمنية قدرت مثلا عدد المقاتلين المغاربيين في صفوف التنظيم المتطرف بأكثر من 5300 شخص من ضمن مجموع 30 ألف مقاتل أجنبي في التفاصيل تقول المجموعة أن نحو 3000 مقاتل التحق بالتنظيم من تونس عاد منهم 800 شخص ونحو 1600 شخص من المغرب عاد منهم إلى المملكة نحو 200 أما نصيب الأقل من الدول المغاربية في عود إلى الجزائر التي غادر منها أقل من 200 مقاتل فما هي التحديات الأبرز التي تواجهها شمال إفريقيا ودول المغرب العربي مع عودة هؤلاء المقاتلين وكيف يتم التعامل معهم أمنيا واستخباراتيا هل يعزز هذا الأمر التعاون بين الدول المعنية إقليميا أما الأمر الأساني المهم أيضا فهو التعامل القضائي والحقوقي مع هؤلاء هل يدعون السجن؟ هل يحاكمون؟ هل يعدمون؟ هل يتم تأهيلهم من أجل العودة إلى حياة مجتمعية طبيعية؟ أسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي في الجستوديو ولنا سيد عبد المجيد ميراري المحامي ومدير منظمة ايفدي الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا سيد ميراري أهلا بك أنا وسلم معي أيضا في الستوديو السيد سوفيان المخلوفي الباحث في العلوم الإنسانية وعلم النفس سيد سوفيان أهلا بك مرحبا أبدأ معك سيد ميراري أولا هل تتفق مع هذا الطرح الذي قاله وزير الخارجي الجزائري عبد القادر مساهل من القاهرة وقال بأن الخطرة الحقيقية الآن يتمثل في عودة هؤلاء المقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية وقد يمثل تحديا أمنيا بارزا بالنسبة لدول المنطقة بالبداية أشكركم على الاستدافة في هذا الموضوع ذات الحساسية وليسا مسهل تعاطي معه تعاطيا سهلا بكل تأكيد ينبغي نستحضر تخوفات الدولة الأمنية من هذا العائدين بكل تأكيد فهم مجموعة أناس خدعوا لتدريبات على استعمال أسلحة حتى الأسلحة المتطورة فمن حق الدولة أن تتخوف من ذلك لكن الذي قد نستغربه وأن تتخوف دول لها صوابق أمنية كبيرة ولها إمكانيات أمنية كبيرة كالجزائر ولها تجارب سابقة مع محاربة الإرهاب من تسعينات إلى الآن أن تتخوف من عودة هؤلاء فهذا الذي يقلقونها لا تقلقون عودتهم عودتهم إذا كانت دولة مستعدة لإعادة احتضانهم هل يخفي هذا القلق ربما عدم استعداد كاف من قبل هذه الدول وللأسيما الجزائر رغم هذه الخبرة التي تحدثت عنها هذا ما كنت أتين إليه قصيدا وهو أنه الدولة يظهر أن الدولة غير مستعدة على الإطلاق أن تستقبل العائدين إلى ولدانهم فمن حقهم أن يعودوا ولكن من حق الدولة كذلك أن تتعامل معهم بالتعامل الذي تراه مناسبا كي تحمي باقي المؤمنين ربما القلق ليس فقط من عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصل لكن أيضا من من يعودون ربما إلى ليبيا يشكلون هناك قاعدة خلفية وقد يتسللون إلى الدول المغاربية الأخرى عبر الحدود الكبيرة مثلا بين الجزائر والليبيا بين الجزائر وتونس هو تخوف المشروع كما قلت في البداية هو تخوف المشروع لكن التخوف الذي يولد شعور بأن الدولة غير مستعدة لاستقبالهم هذا تخوف المشروع أن تقوم بإجراءات احترازية احتياطية حتى لا يتصرب وحتى لا يقوم بعمليات إجرامية وإرهابية في الجزائر أو في الدول المجاورة لكن أن تستعد الدولة بأن تؤسس لذلك مؤسسات من أجل احتضان من أجل إعادة الإدماج كما فعلت دول أخرى في دول المغرب العربي حيث أنه أعدت لعودته سنأتي إلى هذه النقطة سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل فقط سيد سوفيان المخلوفي هل تتفق مع طرح السيد ميراري عندما يقول بأن هذا القلق ينم عن عدم استعداد أنا أتفهم أن يكون هناك قلق لدى المواطن لكن لا أتفهم أن يكون هناك تخوف لدى دولة لأن هؤلاء ونظرا إلى الوضع الموجود في الشرق الأوسط يعني في العراق وسوريا والانحصار الذي بدأ يعانون منه سيقومون بالعودة يعني العودة هي نوعان أما هناك عودة عشوائية وبطرق جهادية لأن نغلق جميع الأبواب وبالتالي يرتدون على دول المغرب العربي بطريق السلاح ويبقون في شكل مجموعات ويذهبون كما قلت إلى ليبيا والاستعداد إلى عمليات جهادية داخل هذه الدول أو أن هذه الدول تجعل إطار أمني وقانوني تستقبل فيه هؤلاء بهذا الإطار الأمني والقانوني الذي يمكن أن نستقبل فيه هؤلاء عندما يسلمون أنفسهم أو يعبرون على العودة وهذا بالطبع هل هذا الإطار القانوني موجود في دول المغرب العربي؟ لست أدري حقيقة أنا بما أني من أصل تونسي أعلم أن في تونس تونس مثلا هناك قانون يخص الجرائم الإرهابية ويخص الإرهاب وبالتالي وهناك قضاء يهتم بهذه المسألة وهناك تجربة في هذا الموضوع هل هناك استعداد؟ يبدو أنه منذ مدة تم الحديث على إمكانية إيجاد إطار لتنظيم هذه العودة من الجانب القانوني والأمني والأكيد عندما يعود هؤلاء بطلب منهم في إطار قانوني وفي إطار منظم من طرف الدولة لا بد أن يواجهوا البحث الأمني ولا يبد أن يواجهوا القانون لأنه لا يمكن أن تكون دولة تحترم نفسها لا تطبق القانون يعني لا بد أن يمروا عبر البحث الأمني ولا بد أن يمروا عبر القضاء إعادة تأهيلة التي نتحدث عنها بعدين هذا موضوع ثاني لكن تحدثت عن محاكمة عن مرور عبر القضاء لكن مثلا ونحن نشاهد هذه الصور من خلفك سيد سوفيان المخلوفي خرج العديد من التونسيين ليتظاهروا عندما أعلن أنذاك كان السيد هادي المجدوب أعلن عن عودة 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية خرج التونسيون ليتظاهروا ضد عودتهم قالوا لا نريد هؤلاء في تونس هناك من طالب حتى بإعدامهم إن عادوا لا يعني شوف الاختلافات في التقييمات وداخل المجتمع هذا موجود نحن نتحدث على دولة ودولة لا يمكن أن تخضع فقط في تصور مسألة تهم أمنها وتهم أمن الأقليم التي هي موجودة فيه وتهم الأمن الدولي فقط لأنه 200 أو 300 شخص يتظاهرون أمام مجلس المنبي يعني القضية ذيها قضية دقيقة وقضية حساسة ولا تهم فقط أمن تونس هي تهم أمن تونس الأمن الأقليمي الموجود في تونس وتهم أمن البحر الأبيض المتوسط وتهم حتى الأمن الدولي وبالتالي الدولة لابد أن يكون لها استعدادات دقيقة لاستيعاب من يطلبون العودة ويجب أن يكون لها استعداد لمواجهة من يحاولون أن يهتكون أمنها بسلاح عبر الحدود ما هي الطريقة الأمنية والقانونية المسلع للتعامل مع هؤلاء سيد ميراري في بداية دعيني فقط أرجع وأكيد ما قالوا الأستاذ سفيان مخلوفية لأنه المواطنة هي حق مواطنة لا يمكن أن نوقفها بمظاهرات إنه من حقهم أن يعودوا إلى أفطالهم من حقهم أن يراجعوا هناك منهم أن لهم مراجعات فكرية حول ما هناك من سيكون نادما لكن كم عدد هؤلاء مقارنة مقارنة بأولئك الذين هذا هو دور الدولة الدولة ينبغي أن تتعامل بذكاء مع هذه الظاهرة ومع هذه المسألة ينبغي أن تتعامل عبر مؤسسات عبر إشراك مكونات المجتمع المدني من جمعيات من مؤسسات اجتماعية ومن خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع من أجل احتواء واستيعاب هؤلاء العائدين لماذا؟ لأن الأمر صعب لكن قبل احتواء هناك محاكمة يجب أن تتم المحاكمة من حق نعم الجرم ارتكب الجرم لا بد لهم من فعل نحن مألسنا مع إفلات الجنات من العقاب من العقاب بكل تأكيد إذا كنا نريد ذلك لمجرمي الحرب فأكيد هم يدخلون في عداد مجرمي الحرب ارتكبوا جرائم فضيعة يعني ما كنا نرى على وسائل الإعلام قطع الرؤوس من حرق للأبرياء فهذا يعني صراحة أمر صعب وينبغي أن يلقى العقاب أذكرنا ماليك بعض الدول المغاربية التي أعدت للعائدين ترسانة قانونية قوية أعطينا موداج المغرب المغرب أدخلت عديلات قوية على القانون الجنائي خاصة المحور قانون المكافحة الإرهاب حيث أنها عقبت من 5 سنوات إلى 15 سنة تقريبا من يلتحق بمنظمات إرهابية من أجل القتال أو من أجل الحرب فبتلي مصير العائدين هو واضح يعني عدت قانون لذلك لم تؤبر عن تخوف هذا بالنسبة للنوع الثاني من العائدين الذين يعودون عبر المنظومة القانونية العقاب لكن العقاب مع شروط نحن مع معاقبتهم لكن مع شروط تبقى الشروط حقوقية وتوفر شروط مع حكم العادل بالضبط يعني عندما نقول أن الدولة من الممكن يعني حق المواطنة موجود حتى لأن كان قاتل أو إرهابي يعني لا يمكن أن تنزع إنسان مواطنة هو ينتمي إلى هذه الدولة ولا يمكن أن نقول في ذات الوقت أن مجتمعاتنا أنتجت إرهابيين ونتركهم يخربون بلاد أخرى يعني هم أبناء هذا البلد يعني عندما نقول يعودون حسب منظمة حسب نظام قانوني وأمن معين يعني هم سيطلبون العودة ويطلبون بأسمائهم ويطلبون ذلك من الأجهزة الأمنية بالطبع هم لا يعودون كذلك يعني لا يأتون بطريقة عشوائية هم يطلبون عندما يطلبون يعني هم سلموا أنفسهم في عملية تسليم النفس هناك بالطبع القضاء يأخذ بعين الاعتبار هذا وهناك ظروف تخفيف من الممكن أن تكون يعني لا بد أن تكون لهم ضمانات المحاكمة العادلة ضمانات السجن إذا كان هناك معناه حكم عليهم بالسجن لتكون ضمانات السجن ضمانات إنسانية أن يكون الإطار يحفظ لهم أهل هذه ضمانات موجودة وحقوق الدفاع بما أننا نتحدث عن هذا الأمر قبل قليل في النشر الإخبارية تحدثنا عن إضراب عن الطعام خاضه بعض المتهمين بقضايا إرهاب في تونس بسجن المرناجية بسبب تعذيب ووفاة أحد يعني على ما يبدو الأنباء غير مؤكدة ووفاة أحد المساجين بسبب التعذيب يعني هل هناك تخوف مشروع من أن يتعامل مع هؤلاء بطريقة غير حقوقية بطريقة لا إنسانية لأنهم كانوا إرهابيين التخوف موجود والرقابة المدنية والدولية على الانتهاكات موجودة مثلا في تونس هناك انتهاكات لكنها ليست يعني بطريقة منظمة موجودة بعض الانتهاكات وموجودة حتى في فرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية موجودة الانتهاكات من أن نكون موجودة لكن دعنا نتحدث في هذا الموضوع من الممكن أن الدول تعطيهم ضمانات قانونية وضمانات حقوقية لإحترام أجسادهم واحترام ظروفهم المعنوية والنفسية لكن في ذات الوقت هم منجم كبير من المعلومات لأنه في هؤلاء الشباب هناك أصناف هناك من ساهم في القتل هناك من ساهم في التسفير هناك من ساهم في التمويل هناك من ساهم في الأعداد يعني هم أنفسهم كنوز استخباراتية هم نفسهم درجات والتهم الموجه إليهم والجريمة والأركان الجريمة التي من الممكن أن يتهموا بها لابد من بناء يعني المسألة ليست لأنه عائد من بؤر التوتر سجنه يكون عشرين أو ثلاثة سنة يعني هناك بحث وهناك تقييم ملف أمني وهناك القضاء الذي من الممكن أن يقوم بهذه العملية وهذا كل ضمانات وبالنسبة إليه هذا أضمن لهم أن يبقوا في منطقة لا توجد فيها لا ظروف إنسانية حتى في الحرب لا فيها احترام قانون ولا فيها ما يلي ذلك وفيها اشتباكات ما بينهم وفيها تصفيت حسابات ما بينهم يعني أضمن أن يعودوا لهم وأضمن لدولنا أن تؤثر هذا الجانب قانونيا وأمنيا وقضائيا مع إمكانية إعادة التأهيل وما إلى ذلك والممكن أن نتحدث في إعادة التأهيل بعدين سنعود إلى هذه نقطة سيد ميراري نعم وتخوف من تعرضي من التعديف في سجون دول المغاربية أو الدول العربية بصفة عامة تتخوف مشروع وما تتثبته سواء تقارير المنظمة الحقوقية الرسمية أو غير رسمية أنه التعديب هذا صار أمرا عاديا في سجون العربية ما وقع على عام سحنان ستبعده ما يقع في مصر من موت في شبه يومي لتحت التعديب هذا أصبح حقيقة يعني صدر تقرير للمقرر الخاص من هذا التعديب ولنفريق العامل هذا التعديب قالت تقرير أبني سيومي ريت ووتش ومجموعة هذه التقارير تقرير الأمم المتحدة حول التعديب في مصر حول التعديب في مجموعة الدول حتى المغرب في الحراك الريف مثلا كانت هناك حالة تعديب كثيرة لا تم تسجيلها فبتدي تخوفنا من أن يتعرض العائدون من هذا للتعديب فتخوف مشروعه لأنها تخوف كبير في هذا الباب مع العلم أنه في ذلك انتهاك لقواعد القانون هل تطالبون مثلا بضمانات؟ نعم هذا دور المنظمات الحقوقية هذا دور المنظمات الحقوقية هو أن يتم استقبال هؤلاء الوافدين أو العائدين إلى بلدانهم وفق شروط قانونية تحفظ لهم كرمتهم تحفظ لهم حقوقهم حقهم في معاكمات عادلة حقهم في المحامي أدنى السعاء استماع احترام نحن مدد الحرصة النظرية مجموعة الحقوق القانونية المكفولة على المستوى الدولي كل هذه الدول المغربية وقعت على العالمي حق الإنسان وقعت على الدولي حق المدل لكن يبقى ربما الأمر في التطبيق إعادة التأهيل نقطة مهمة هل هناك حقوق تكفل إعادة تأهيل هؤلاء للعودة إلى حياة مجتمعية أو اجتماعية طبيعية يعني هناك ربما من سيرفض هذا الأمر يقول كيف يعود شخص قتل عشرات الأشخاص في سوريا أو ساهم في قتل هؤلاء يعود ويشتغل حرفة عادية في المجتمع لأن من تحدثوا عن المؤسسة السجنية دائما يمشي بالن يمشي دائما إلى الجانب العقابي فقط لكن هناك الجانب التأهيلي في المؤسسة السجنية لكن السؤال الذي يطرح هل السجون في دول المغاربية أو دول العربية مؤهلة لاحتضان هؤلاء الشباب هؤلاء العائدون وكلهم تقريبا نسبة كبيرة منهم هم شباب بين 18 و 35 سنة هذا آخر إحصان للأمم المتحدة فبالتالي هل السجون العربية مستعدة لاحتضانهم هل التأهيل الفكري لمدراء ولمسيري السجون مؤهلون لاحتضان هؤلاء هؤلاء لهم كفاءات فكرية ليس منهم من له مستوى فكري معين بمعنى أنه سيصير السجن بالنسبة له مكان للتأطير ومكان للتعبئة ومكان لأنه له فكر متطرف ولهم أسليف في التأثير سريع جدا فبالتالي سيكون مكان لجلب وإعادة التأهيل ربما تتضمن أيضا القضاء بشكل أو بآخر على هذا الفكر المتطرف في عقول هؤلاء يعني حقيقة لست أدري إن كانت هناك استعدادات حقيقية فكريا وتنظيميا وعمليا في بلداننا من هذه الناحية لأنه عملية إعادة تأهيل وناس كانوا في بؤر التوتر وبالفكر الجهادي الموجود ليست عملية تأهيل عادية لسجين عادي في جنة الهالة لحق العام نحن أمام أناس من الممكن أن نقول أن الأناء الشخصي الأناء لهم ضعفت وأصبحت غير قابلة للتعامل مع الوضع الخارجي وأصبح أصبح الاعتماد أساسا على الأناء الأعلى والمثل العليا التي يقود هذا الأناء الأعلى وتماهي بين هذه المجموعات يجعل منها صلبة ومحتكم بعضها ومتماثلة مع بعضها وغير قادرة أنها تتعامل مع الخارج يعني عملية تأهيلهم هي عملية تأهيل نفسي لإعادة توازن للأناف التعامل مع الخارج وهذه عملية غير شهلة هي عملية إعادة بناء للعلاقة العائلية والقربية الموجودة في محيطهم العائلي وهذا لابد لها من مختصين وهذه مسألة مهمة لأن الأناس حتى علاقاتهم العائلية وقع قسرها وتهديمها وإعادة بناءها وأصلاحها ليسا ثم في المرحلة الثالثة إعادة تأهيلهم للعودة في علاقات مع المجتمع هذا يتماشى بالتوازن مع العقوبة ولا بد أن يكون هناك مختصين أمنيين في الموضوع هذا كي لا يصبحوا هؤلاء المسجونين قاعد جدد ومؤطرين جدد للسجناء الآخرين ليجلبهم للفكر الجهادي هذا منها ولا بد أن يكون هناك أخصائي النفسيين نفسانيين وأخصائي اجتماعيين يعملون معهم على إعادة تأهيل النفسي من أجل إخراجهم من سيطرة هذا الأن الأعلى المثالي المرضي الذي لا يجعل تماثلهم إلا مع شبيهم ثم يأتي العمل الاجتماعي من أجل إعادة بناء العلاقات العيلية يعني العملية لا يمكن أن تكون في ست أشهر أو في سنة تأخذ مدة معينة لكن الضمانات لا بد أن تكون ضمانات إنسانية لا بد أن تكون ضمانات قانونية يعني العقاب ليس شماتة فيهم أو انتقاما منهم ولكن حماية لهم وحماية للمجتمع من المخاطر التي يمكن أن يقوم بها أنا أرى أن هذا المدخل مدخل أساسي لعملية استعصال الإرهاب أما إذا رفضنا عودتهم فإننا نجبرهم على العودة بطريقة عشوائية وهنا المخاطر أكثر لأنه لا يمكن هنا رقابتهم بالشكل السهل أمنيا لأنه إذا عادوا بطريقة عشوائية وبفكرهم الجهادي سيكونوا خطرا أكثر على المجتمع لهذا تحدثت في البداية كنت أشرت إلى إشراك ضرورة إشراك باقي مكونات المجتمع المدني يعني المقاربة المدنية إن كانت المقاربة الأمنية إن كانت وحتها فهي مقاربة فاشلة جربت سنوات الدول العربية عرفت بأنظمة استبدادية يعني منها من هناك ليست بالسنوات لا تقاس بالسنين بل تقاس بالقرون والاستبداد يولد التطرف بكل تأكيد فبالتالي المقاربة الأمنية كلما جربت إلا أنها فاشلة لكنها ضرورية نعم إن لم تصاحبها مقاربة اجتماعية مقاربة نفسية هؤلاء الشباب رأوا أنا أتحدث على فئة معينة مثلا الدكتور سيفيدنا في هذا الموضوع وهي فئة الأطفال فئة الأطفال الذين تم تجنيدهم فئة الأطفال الذين رأوا أو شاهموا في ارتكاب جرائم فضيعة كيف سيفتم التعامل معهم إلا أن نعيد لهم أخصائيين نفسيين ليس فقط الأطفال مما من جندوا لكن الأطفال الذين ولدوا في هذا الإرهاب أو نعم ولدوا في هذا الجو في هذا المناخ يعني العنيف مناخ الإرهاب مناخ الإجرام فإلا أن نعيد لهم أخصائيين نفسيين كان يعيد لهم التوازن هؤلاء فقدوا توازنهم في الحياة تحدى الدكتور عن تضخم لأنا هؤلاء يروا أنفسهم فوق المجتمع هم أهل المقامات العولة أهل الجنة والآخرين فإن لم تكن لنا مقاربة متكاملة وشاملة من ناحية الدينية أيضا سيد ميراري من ناحية الدينية لابد من مراجعة نعم بكل تأكيد أنا تحدث عن جميع النواحي من ناحية الدينية لابد من مراجعة حول مجموعة أفكار التي أتبتت دراسات أتبتت أنه لا أجدوا لها ولا أسس لها من الصحة من الأصل فابتعي لابد من مقاربة وكذا لديك مقاربة شمولية لهذه الظاهرة فقط قبل قليل تحدثنا عن المعلومات التي قد يدلي بها هؤلاء ممن عادوا إلى الدول إلى السلطة كيف يمكن أن تستفيد السلطات في المنطقة المغاربية من هذه المعلومات وكيف يمكن أن تعزز هذه المعلومات حربها ضد الإرهاب تعاونها الأمني تنصيقها لاستخباراتي السيد سفيان أولا هي المسألة الأمنية فيها بعضين فيها بعد محلي وفيها بعد دول إقليم ودولي ودولي البعد الدولي لا يمكن أن نتصور أن عشرات الألاف من الأشخاص وصلوا إلى سوريا ووصلوا إلى العراق دون أن بعيدا عن أعين المخابرات الدولية والتي تستفيد من الصراع الموجود يعني استعمالهم كحلقة في الصراع الموجود هذا وي هذا مخابراتنا وأمننا غير قادرين أن يلمسوا المخابرات الدولية يمكن أن يدلوا بها تمكننا من فهم الشبكات التي عملت في الجانب المحلي وهيأت لتسفير هذا النوع من الشباب وهيأت إلى تجنيده وأدلجت له وصب هذا النوع من العقيدة في أدمغته وفي نفسه من أجل أن يصبح إرهابيا وجهاديا وقاتلا بهذا الشكل هذا يسمح للأجهزة الأمنية بأن تفهم وحتى المعلومات تتسلم الأجهزة الأمنية من هذا الشأن من الممكن أن تعين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للعمل على تفكيك ارتباط هؤلاء الأشخاص بالشبكات حسنا تربهم العمل بطريقة استباقية العمل بطريقة استباقية المهم أن نسرع حقيقة بإيجاد برنامج كامل ومتكامل في هذا الشأن لأن عودتهم عشوائيا ستكون أقرب إلى الظن إذا لم نهي عودتهم المنظفة أتفق مع الدكتور طولا وعرضا فيما قال أضيف كلمة في هذا الموضوع لأنه إذا تعاملنا مع هؤلاء العائدين لأنهم خزان معلوماتي فتخوفنا سيزيد لأنه استخراج هذه المعلومات لن يكون بوسائل قانونية سيكون بوسائل التعذيب بوسائل الإكراه والتي تنافي قواعد القانون وقواعد المحلولة ليس بضروري إذا سلموا أنفسهم يبدوا لي أن يساعدوا المعلومات بطريقة طوعية لكن الواقع يثبت أنها لم تتطور بعد إذا سلموا أنفسهم يبدوا لي من الممكن أن يدلوا بمعلومات بطريقة طوعية أشكركم سيد عبد المجيد ميراري وسيد صفيا المخلوفي على مشاركتكم في واجهة الواجهة شكرا